وطنياً هذه المرة مع أسعار المحروقات التي سجلت زيادات متتالية فمنذ بداية شهر غشت الجري وبلغت الزيادة في ثمن المحروقات ما بين درهم ودرهم ونصف للتر مع اختلافات بسيطة حسب شركات التوزيع معظم محطات القزوال والبنزين سجلت ارتفاعات متفاوتة ومتتابعة منذ الأسبوع الأول من هذا الشهر وهي الزيادة التي تعز بالأساس لانخفاض الإمدادات وارتفاع الطلب العالمي في فصل الصيف حيث بلغت أسعار النفط مستوات مرتفعة بمجمل الأسواق العالمية وللتعرف أكثر على أسباب ارتفاع أسعار المحروقات تنضم إلينا إيمان ورقة في فقرتها الاقتصادية مرحبا بك إيمان مساء الخير الحسين إذن ما هي الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادات المرتبطة حتماً بسياق دولي إذن الحسين بالستنى استمرار الصراع الأوكراني والطراب الأسعار دولياً يمكن القول إن عودة النشاط الاقتصادي العالمي إلى حركته الطبيعية وخاصة في الصين أكبر مصنعاً بالعالم والتي كانت تعيش نوعاً من الركود في الشهور الماضية بعد تأثرها بالصدمة التدخمية مما أدى إلى تراجع الطلب العالمي على البترول وباعتبارها المستهلك الأول للنفط في العالم يعود ارتفاع الطلب على الخام الشيء الذي انعكس على ارتفاع الأسعار وعلى المستوى الوطني تعرف فترة الصيف ارتفاع الطلب على المحروقات في المغرب وبالتالي ارتفاع الأسعار الشيء الذي يتوقع أن يؤثر على أسعار الاستهلاك نظراً للتأثير المباشر لهذا الارتفاع على تكلفة إنتاجي ونقلي المواد الأساسية بتأكيد إيمان نطرح السؤال الموالي كيف يمكن لأسعار المحروقات ترفع من معدل التدخم بالفعل الحسين بعد محاولات بنك المغرب والحكومة لكبح معدل التدخم اعتماداً على سيناريوهات استقرار أسعار النفط والغاز يعدون هذا الارتفاع إلى الصدمة التدخمية الأولى التي ستنعكس على عدد من القطاعات كما على القدرة الشرائية المواطن وقدرة بعض المقاولات على تأمين عدد من الخدمات المتعلقة بالنقل مع الحفاظ على نفس الأسعار وعلى قدرتها التنفسية زيادات يمكن أن تربك الاستراتيجيات المتخدة استناداً إلى توقعات سابقة المرتبطة باستقرار أسعار النفط كما يمكن أن يكون هذا الارتفاع ضرفياً وموسمياً رهيناً بفترة الصيف قبل عودة استقرار الأسعار خلال شهر جتنبر المقبل لكن هذا التفاؤل لن يطول حتى فترة الشتاء المقبل إذ يتوقع أن تشهد ارتفاعاً في أسعار المحروقات والغاز نتيجة ارتفاع الطلب من قبل مجموعة من الدول وأخيراً نأمل أن يحقق الاقتصاد الوطني رغب هذه المؤشرات نمواً حسب توقعات المؤسسات المالية والمندوبية السامية للتخطيط بنسبة 3.2% خلال الفصل الثاني من هذه السنة وأن تكون سنة 2024 سنة إقلاع اقتصادي بنسبة نمو تصل إلى 3.7% شكراً لك إيمان على هذه المعلومات إلى الأسبوع المقبل مع أخبار اقتصادية جديدة شكراً لكم